اهلا 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 وسهلا بكم وطبعا لقاءنا الاسبوعي المتميز كما جرت العادة لقاء اللي احنا بنفرح به مع فقهنا المفضل فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر منورنا مولان بارك الله فيكم و احسن الله اليكم مولانا يمكن الاسئلة الكتير اللي بتدور دلوقتي في ازهان الناس عشان احنا بقى في فصل الصيف فهتلاقي شبان وشبات كتير هيبدأوا الخطوبة وبعدين يجوا بإذن الله سبحانه وتعالى على يمكن رمضان اللي جاي ويمكن على العيد برضو يبدأوا بقى كتب الكتاب فهنبدأ الاول بالخطوبة هل الخطوبة لها شروط وحدود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم وودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الآية من سورة الروم وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فحينما نأتي إلى سيدي الكريم إلى عقد الزواج الصحيح في الشريع الإسلامي بإيجاز شديد عندنا مقدمات ومكونات ومتممات عظيم المقدمات هي ليست جزءا من العقد ولكن هي تعتبر تمهيد للعقد تتمثل فيه الخطوبة وحسن الاختيار أما المكونات هي الأركان والشروط التي يجب توافرها ليكون العقد صحيحا تتمثل فيه الولي عند جمهور الفقهاء وتسمية أو تحديد الصداق سواء نقدي أو عيني أو منافع سواء معجل أو مؤجل أو منصف على حسب الاتفاق ثم شهادة الشهود وأقل ذلك عدلان وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه كأجازة شهادة النساء في عقد الزواج ثم نأتي بعد ذلك إلى المتممات كالمقدمات يعني هي ليست جزءا من العقد تتمثل في سلاسة أشياء في الوليمة وفي الزفاف وفي الإعلان بالنون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصراحة القاطي ده حقيقة فحينما ننظر إلى المشاكل الأسرية ما بعثها سؤل اختيار إما بالتصرع إما بالرعونة إما بعدم دراسة الموقف جيدا يعني يمكن بعض الناس يا أستاذ يوسف يتخيل أن الخطبة هي معينة لجسد المرأة هذا خطأ لا طبعا ماذا قال الفقهاء سيد الكريم قالوا الخطبة شوف الأدب هنا وتكريم الإسلام للمرأة التماس الخاطب الزواج من جهة المخطوبة التماس التماس كلام راقي جدا يتوافق علي أو ما يتوافقش ومن مين؟ من المرأة من السيدة يعني أن الرجل مش هيروح يذهب بقى بفقه بدوي ويقول لها يعني أنا السيد وأنت ما عنديش الكلام ده لا يوجد في الشرع الإسلامي لا 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 لكن يشوف الأدب الفقهي الراقي التماس الخاطب الزواج من جهة المخطوبة الفقهاء قرروا هو مش في المعاناة الجسدية ولا ننكر لأن برضو الناس لهم أغراض خدت بالك لكن هو قاله يتعرف كل من الخاطبين على الآخر سواء المعرفة الجسدية أو الوجدانية أو النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية لا مانع معايا جنابك لو تمت المعرفة الصحيحة يبهن الزواج ينبني على المقدمة الأولى الصراحة والشفافية فإن شاء الله يكون زواجاً موفقة عظيم لكن لما يأتي الرعونة يعني إنسان مثلاً لا يعني من المرأة إلا الجسد أو المرأة لا يعنيها وأهلها من الخاطب إلا الرصيد المالي وبعدين ضربوا بالأخلاق عرض الحائط لا المعيار عندنا إيه؟ الأخلاق طبعاً يعني شوف طبعاً كما نعلم نيجي للرجل قال صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا وإلا تكن فتنة وفساد في الأرض وخلقه وقال عن المرأة الحديث طبعاً معروف في البخاري تنكح المرأة يعني ترغب لأربعة أشياء لدينها وحسبها ونسبها أو جمالها فاضثر بذات الدين تربت يدك نريد أن نعالج أمراً عبر برنامجنا الواعد وثري بك الحقيقة لا أسلم تأشتوك هادئ وبتستحضر المعلومة من ضيوف الجزاكة الله خير يعني مثلاً نقول إيه؟ وده نريد أن نعالج الخلل ده في مصر أو في المنطقة العربية اللي هو قد يحجم البعض عن أن يخطب لابنته وقول لك لا دعيب هنعير لا يا سيد الكريم نقرأ صورة القصص سيدنا موسى عليه السلام ومراح أهل مديان على الحدود مع الأرد وبعدين واجد فتاتيني يعني ضعيفتيني تزودان على استحياء كده الغنم اللي معاهم والبقر لكن ليست بقادرتين على مزحمة الرجال الأشداء بالمناك فسيدنا موسى شاه في المنظر تحركت الشهامة أرجو أن يعيدها الله إلى مجتمعاتنا تحركت فيه الشهامة فأل ما خطبكما؟ هو قل للكلام لم يستطرد قالت لا نسخي حتى يزر الرعاء وبعدين عللت الخروق وأبونا شيخ كبير يعني شيخ هارم لا يستطيع الخروق لكبر سنة فسقى لهما ثم تولى إلى الظن المهم لما ذهبت إلى وقت مبكر بعد أن سقى لهما الرجل الصالح لم يرد أن يأكل المال أجرت هذا الرجل وغبان أنه غريب المهم إيه؟ جاءته شباء الأدب فجاءته إحدهما تمشي على استحياء سيدنا الشيخ مصطفى اسماعين أراها بفنين فجاءته إحدهما تمشي وقف على استحياء قالت يبقى نسه بالاستحياء إلى القول ورح قال لون تاني فجاءته إحدهما تمشي على استحياء قالت يبقى هنا المشي الاستحياء للمشي الله يفتع عليك المهم فراح معها البيت قالوا معذين يعتحتت للعرضة ما قالت لهش أنا عزماك قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجرى ما سقيت لنا فراح معها حتى أن العلماء قالوا إك منها كانت بادية ومكشوفة ومناخ فوجد أن الهوى هيكشف جسدها ويجسمه وقال لها شوريلي بالحص الله يفتع عليك ومع ذا لما راح للراجل فهي بتقول له شوفي البنت مش عايزة بقى يعني الامتهان أو اللي بتزلقت له يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين لما شفيته بقى مع الرعاية الأشداء قوي شخصية وسقى لهما وبعدين لما مرضيش يمشي خلفها حتى لا يرى جسدها فقالت له إن خير من استأجرت القوي الأمين هي دي الراجل هنا بقى دا اللي عزينا نعالجه في مجتمعنا المصري والعربي بصفة عامة قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ساماني حجك ومعاش فلوس هنا مهر يا أستاذ يوسف غائب اللي هو مهر المنافع والرسول أقره اللي هو كان يحفز زوج رجل من امرأة أو بامرأة من نظير أنه يحفزها ما يحفز من القرآن الكريم فين مهر المنافع الآن مش موجود قد تبال حضرتك وبعدين بقى البركة ورح مصر وطلقى الوحي إلى آخره فإذن هنا الخطبة مشروعة بس نقوله بقى يشترط في الخطبة سيد الكريم طبعا شروط أن تكون المرأة صريحة له للزواج يعني لا تكون مخطوبة الغير ولا تكون زوجة الغير ولا تكون محرمة عليه لا بنسب ولا برضاع ولا مصاهرة وأن تكون النية فعلا للزواج مش معينة نساء ما وفي بعض الفصاخ والعزو بالله قد يدخلون بيوت الناس ليعينوا البنات والله ربك ما بيسيب يعني يحذر هؤلاء أو بيتجوز عمال على بطال يعني يتجوزوا بعد شهرين تلاتة يطلق خلاص ويتجوز ثاني وقول لك أنا حر ده مش حر تخطب لك لأن ربنا وصف في الزواج وأخذنا منكم ميثاقا غليظة ده ميثاق مع ربنا سبحانه وتعالى وبعدين هنقول هنا اللي بيتلعب بالنسهم بمشاعرهم نقول لهم كلمة واحدة أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لبنتك أترضاه لكذا وهكذا حلو فاللي أنت أثرته النهاردة الخطبة دي اللبنة الأولى شوفوا إحنا بصدد يعني مثل المشروع الأحوال الشخصية ربنا يوفق بإذن الله بإذن الله لكن هنا بنقول اللبنة الأولى الخطبة ياريت نعمل في منظمتنا المدنية نعمل في الأوقاف في الأزهر في مؤسسات الدولة كلها سواء كانت حكومية أو أهلية اللي أنت أثرته والله الناس قد تحسبه هاينا لا الخطبة اللبنة الأولى في بناء أسرة مستقر حجر أساس هو هستأذن نروح لفاصل ونرجع بعض الفاصل نكمل في نفس ذات الموضوع مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر استنونا بعد أسنوك نهاري طب الله يا عمني بنكلم كنا في يعني استمرنا في منقشة هذا الموضوع مسألة حجر الأساس بتاع الجواز من خطوبة مرورا بقى بالتفاصيل بتاعت الجواز نفسها وما إلزاخ ونهارينا بس نجدد الترحيب مرة تانية بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وهنرجع على أدرك حق تليش الفاصل على الحاجة اللطيفة جدا هي مسألة تيسير شروط الزواج علشان الولاد يقدروا يتجوزوا والقدوة أحسنت والمرة كمان بقى أحسنت الله يجزيكوا لخير ربنا يخليك موضوع إحنا انتهينا من الخطبة إنها مشروعة لمزيد من المعرفة هنيجي بقى النهاردة ندخل على إجراءات الزواج برضو إحنا بالناشد المجتمع طبعا الغلاء عالمي يعني يضرب القارات الست عشان محدش يزايد على مصر لا هي الغلاء عالمي خطبت سيادتك والتضخم عالمي فالمهم نجي نقول إيه طيب مازام بالشباب ومازام بالفتاة نحن نريد سيدي تطبيقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقلهن مهرا أكثرهن بركة وفي الحياة العملية هنا القدوة التي تنشدها القدوة الأولى النبي التي عملها صلى الله عليه وسلم ما زوج بناته صلى الله عليه وسلم هم كانوا أربعة سيداتنا زينب الكبرى طبعا وسيداتنا رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة الظهراء رضي الله عنهن أجمعين على عشرة دراهم أنت عارف عشرة دراهم يساوه كام أربعمل جنيه مثلا خمسمة حضرا مثلا بستين فاطمة علي رضونا لما تخدم إليه سيدنا علي رضي الله عنه ورضاه فالممه الرسول قال له ما معك قال أنا أملك شيئا قال أين الدرع التي غنمتها في بدر قال له أهي فأحد الصحابة لعلوا سيدنا سعد بن عباد رضي الله عنه أراد يعني أن يواسي مشة صدق لأن قال البيت تحرم عليهم الصدق لشرف نسابهم وطهارة حسابهم فقال له أنا خلاص أشتريها من علي فزي ما تقول اشتريها يعني بأضعف سعرها الحقيقي الممه سيدنا نبع السلام قابض الثمن ودفعه لستين أمه سلمة كانوا تحب ألا البيت كثيرا عليه رضوان الله فستين أمه سلمة الرسول قال لها إيه اذهبي وهاتي ما يسلح لفاطمة رضي الله عنه ذهبت السوق جابت رحة يطحنون عليه الشعير الله يفتع عليك وقصع يأكلون فيها وكأس أو كوب طبعا كان من نحاس أيامها أو من حديد ومرتبة من كتان حشوه هليف ومصبع غازي ودي ستينة فاطمة بنت النبي اللي هتنجب الأطهار الحسن والحسين وزين ورديد بهذه الحياة الخشنة لكن في هذه الحياة الخشنة اللي عمها الرضا شوف ربنا ما ينزل فيهم قرآن في صورة الإنسان ويطعمون الطعام على حب محتاجين مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وصورا إلى آخر الآيات من صورة الإنسان إحنا نورية هنا بقى في مجتمعنا ده إحنا بعيد أوي 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 يا مولانا طب إحنا بقى في مجتمعنا بنعمل هستأذن هطلع للفاصل الأخير طيب ونرجع نشوف يا ترى هل ترى هل إحنا كمجتمع واعي لمثل هذه الدروس وبنستفيد منها وبنستحضرها في حياتنا ولا بنستحضرها بس على شفايفنا وعلى ألسنتنا وكفى فاصل ونكمل الكلام طيب قلنا نجد الترحيل مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أمولانا زي ما كنا بنقول طب بعد هذه القصة زواج السيدة فاطمة بنت سيدنا محمد عليه الصلاة من سيدنا علي ابن أبي طالب وهو رضي الله عنه بهذه الطريقة وبهذه الإمكانيات البسيطة وما إلزة إحنا بقى في المجتمعات بتاعتنا كده ولا إحنا بنقعد نتذكر هذه الأمور باعتبارها دروس جميلة وعبر وعند انتهاء الجلسة نغير حياتنا حاجة تانية خالص عكس ده هو مفروض يا سيدنا من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة الحقيقة الكلام النظري وحده لا يشفع من الآخر خاصة في المؤون المجتمعية نحن نريد ونناشد ونأمل ونرجو ونترقب أن يخرج من يقتدى به قدوة أيا كان القدوة بقى قدوة في علماء الدين قدوة في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة أيا كان القدوة وبعدين يخرج إلى الناس ويقول أنه سيزوج ابنته ها أو ابنه شقة متوسطة من غرفتين والمهر رمزي وبعدين لا داعي بقى لأن بعض وسائل الإعلام تنشر الحفلات الزفاف الأسطوري هذا لا يليق ليه بقى خلي بال حضرتك أولا ده فيه تقليب للطبقات المجتمعية طبعا الأمر الآخر برضو الناس بتصدم إما يجي لك واحد يقول لك إيه ده فلان أيا كان بقى موقعه الحفل الأسطوري تكلف عشرة مليون جنيه ليه ده لو تجوز يا أخي بمليون واتدخر عند الله وقال لنا إن التسع مليون دول هجوز بيهم عشرين عروسة من أحياها فكأنما أحيا الناس يا جميع في حد هيجي يقول إيه مولانا يقول لك أنا هجوز العشرين عروس بس هعمل فرح لابني أو بنتي بالعشر حارف بقى لو عايز يجوز العشرين عروس ده أنا بديك مثال يالات يعمله في نفس يوم زفافه يعني قول من باب التحدث بنعمة الله عليه أنه معه فلوس ويتزوج يعني المال بيتجوز المال غالبا يعني وبعدين يقول لك طيب إحنا بقى من باب شكر اللي على النعمة هنأتي بعشرين عروسة يتيمة أو من زواد الحاجات أو من الشباب اللي هو بادئ حياته جديد وبدل ما يبقى التقصيد وإصالات الأمانة والكنبيالات والكلام اللي بيؤدي المحاكم اللي هو الغارمين لأنه خلي بس عدت بأمانة 80% من قضايا الغارمين هي الجواز بيتروح الأم بريد أن تتباهى حتى أنا بكلمك واضح لا بتمضي على إصالات أمانة في محل اللي الضعية مش عايزاها قد تقول لك بتحرقها بلغة السوق وبعدين تروح تجيب نيش مش عارف إيه كلام يعني برضو فيه إصراف وتبزير تقول لك احنا مش أقل من فلان وأقل من علان وينتهى الأمر أن هي يصدر على حكم وبتسجن وبعدين تيجي الدولة مشكورة بتتدخل للإفراج عنها أنا بقول حضرتك هنا لو كل إنسان قادر وعنده ربنا سأله مال معين أيا كان بقى هذا المال لو أنه أنفق على تزويج عدد من الشباب والفتيات في مرحلة الهجز من باب شكر الله على النعمة يبهين احنا حضرتك ساهمنا في ستر وتيسير وجعلنا خدوة طيبة لمستهزف ليعمل العاملون وليتنافس المتنافسون إن شاء الله مصر بلد ولاده بالصالحين والمصلحين وزي ما انت قلت النهاردة ربنا يبارك فيك اللبنة الأولى فيه أسرة سعيدة مش هطول بقى خلاص الخطبة وتيسير نفقات الزواج يا ميسر الأحوال نعم مولانا أفتناك مجرد العادة ألف 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 شكر لك شكر خيرا وليس أخيرا وإحنا بنختمها جماعة نصيحة برضو كده خلي عيالكو تشقى شوية الصبيان بالزيل خلي العيال تشقى شوية يعني أنت ممكن تبقى ميسور الحل جدا قوي خالص ده مش معناه إنك أنت ما تدلعش العيال وهتقول لا ده أنا نشف لا هو أنت دلعه قدر استطاعتك بس علمه يفهم قيمة الحاجة اللي في قديه والله بقى أنت جبتلو بيت جبتلو عربية قدتلو قرشين يدفع بيهم مهر مش عارف يعمل بيهم فرح يجهز بيهم البيت كل ده رائع بس ما تسهل هلوش زيادة عن اللزوم وخلي العيال تشتغل وتتعب وتشقى وتحوش وتحوش حتى لو هتيجي تقوله بص يعني لا أنا مش هقدر عمل حتى لو أنت قادر أنا ما قدرش أعمل لك ده خلي الوادي يطلع عينه ويتعب ويعرف قيمة القرش يبقى من عرق وشقاه ثق إن ده عمره ما هيطلع عمواد بالعيال الضايع إياها واثق إنه زي ما هو كان بيحلوه وحبوبه وبيتسامسم علشان خطر يعرف يعني يدخل قلبها ما إحنا عايزينه برضو يبقى حيله وشائي وحبوبه وبيتسامسم في الشغل يعني في إيه يشتغل وأنت بس فلحت تقول لها كلمتين كويسين يا عم يشتغل كل عيش خلصت الحلقة لحد كده لو كان لنا لعمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة أما كريم ورمزي فكما جرت العادة أهو شايفوا قدامي هلو كيمو هتلاقوا منوارنا حيالا دلوقتي ورقب عشرة سلامت ترجمة نانسي قنقر